اعتبرت غالبية ساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن للفلسطينيين الحق في عضوية كاملة في المنظمة الدولية بتصويت أثار غضب إسرائيل وقررت الجمعية منحهم بعض الحقوق الإضافية إلا أن منح العضوية الكاملة قبل التصويت في الجمعية العامة بغالبية الثلثين يتطلب توصية إيجابية من مجلس الأمنة وهذا ما عرقلته الولاة المتحدة باستخدام حق النقد الفيتو ضد مشروع القرار في مجلس الأمنة وأكد منذوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن الظروف المأساوية التي مر بها الشعب الفلسطيني في الماضي لا يمكن مقارنتها بما يعيشه الفلسطينيون اليوم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة